موسيقى مساء الخير سادة أجواء معتدلة نهار اليوم أيضا الأجواء كانت لطيفة فوق المرتفعات الجبلية تقريبا في العاصمة عمان كانت درجة الحرارة حول 26 درجة مئوية وهي أقل بقليل من المعدلات السنوية الآن في مدينة الزرقاء الأجواء صافية تقريبا مع تواجد سحب ولكن هي سحب متفرقة درجة الحرارة الآن 25 درجة مئوية إن كان المسجلة أو الملموسة بالتالي الأجواء هناك دافئة نستطيع أن نقول الرطوبة 33% سرعة الرياح هذه الليلة في الزرقاء قد تصل إلى 14 كم في الساعة والرياح هي شمالية غربية تبقى الأجواء لطيفة هذه الليلة الأجواء مائلة للبرودة بشكل واضح هذه الليلة خاصة في السهول الشرقية أجواء صافية في أغلب المناطق تتراجع في العاصمة عمان لتستقر حول 17 درجة مئوية تماما كما هي الليلة الماضية بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله أجواء مشمسة في أغلب المناطق الأجواء معتدلة أيضا في أغلب المناطق ولكن تميل الأجواء للحرارة فترة العصر في بعض المناطق مثل عموم مناطق الأغوار والبحر الميت وأيضا خليج العقبة قد تنشط الرياح فترة العصر لتثير الغبار والأتربة ولكن في المناطق الصحراوية الشرقية من البلاد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتعود درجات الحرارة يوم الغد حول المعدلات السنوية من جديد في العاصمة عمان كما نشاهد تقريبا 28 درجة مئوية نستعرض بشكل سريع درجات الحرارة إن كان الدنيا لهذه الليلة أو العظمى اليوم الغد المفرق 13 إلى 29 إربط 15 إلى 27 في عجلون 16 إلى 27 درجة مئوية الزرقاء 17 إلى 31 غدا في الزرقاء الأجواء حارة بشكل نسبي الصلت 27 في الفحيص ترتفع إلى 28 درجة مئوية شرق العاصمة من 17 إلى 28 في دير علة 35 والأجواء هناك حارة أكد أن أجواء حارة في البحر الميت نحن على موعد مع 36 درجة مئوية هناك الكرك 27 الطفيلة 26 درجة مئوية غور الصافي أيضا الأجواء حارة تصل إلى 35 درجة مئوية البتراء 27 في معان أجواء مغبرة 31 العقبة هذه الليلة 24 غدا ترتفع إلى 37 درجة مئوية وأيضا أجواء صافية الأزرق 34 درجة مئوية أجواء مغبرة كذلك الحال أجواء مغبرة في منطقة الصفاوي ورويشد أيضا أجواء مغبرة من 19 إلى 32 درجة مئوية درجات الحرارة خلال الأيام القادمة إن شاء الله هناك ارتفاعات متتالية وتدريجية على درجات الحرارة إذن غدا تبقى درجات الحرارة حول المعدلات السنوية يوم الأربعة تصل في العاصمة عن 32 درجة مئوية وتتحول إلى الأجواء حارة بشكل نسبي أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء